السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم البنات جبت لكم واحد الوصفة الحدقات والمبتدئات اللي عمروا ما شاف هاد الوصفة ولا دقائق يجربها وغاد يحكم وصفة صحية 100% وصفة ديال النفسات ووصفة يعني اي واحدة بغت تولد او لاي واحدة دربها البرد مهم هاد الوصفة جربوها غاد تتخذوا اي نوع ديال حط البيض سواء انشترن ولا البواجون انهدرت البواجون غاد تشدو غاد تديروا الحامض الحامض طبيعي البنات الحامض تعسر الحامض وغاد تديروا غير اعشاب ازير واتخذو الزعطرة والزعتر ورقة سموسة والقصبر مدقوق هنا يا هاد النوارة ديالخزامة وفليو وشوية المليحة وشوية ديالعود الشو معايا هنا التومة اتخذو التومة حبوه بحلي كتلوحوها في رفيصة يعني التومة هكا بالقشور ديالعود انا معايا صراحة حيث معاك قدرت هذيك الوصفة صافي زي سمع القب باش مجيش باش مجيش الحوث ما فيش توماراكم معارفين تومارا اي اهم حاجة در شوية ربع هي نغمر ما كتدرش فيها ربع ولكن مش مشكلة ما غايد اللي هو لنا هنغي باش نشارك معاكم الوصفة صافي او حد المرة ركدرتو اللي حت فيه غير هذيك حبوب توم حبوب صافي هناك تحطو عشرة دقايق وكتغطيوه ورق الفرن وورق الاليمينيوم كتغلفوه مزيان هذيك الطاوة ديالكم وتحطوها في الفران ديالكم تعلو من تحت ومن الفوق تخليوها عشرة دقايق يعني مني كتكونو دي جا مسخني الفران نتخليوه عشرة دقايق حد الحوت مخصوشي طاوة بزيف حتى كي حيد منه الماضغر غير كتصاد بذيك الصاد كتلقو واحد المادي يلو واحد لاصوس كتحطوها في زلفة يعني كتستقطروهم زيان مش تخليوها يطيب تين شف من الما بالعكس ومنين تلقق هذيك الما تفوع لي الفران وغادي تحيدو هذيك البابي وغادي تخوه هذيك الما في هذيك زلفة هذيك ولي كتشربوها البنات تيقوني يعني راكم عارفين هنا العيالات يعني شربوها كايا في الليل ونعسي وشربوها كايا المرأة كتكون نفسة ولا المرأة المرضية يعني المرأة كتكون حملة في بداية الحملية لما تشربوش راح سخون بزاف راكم عارفين الحاجة كتتسخن العيالات بلا ما نقول لكم هذي وصفة صحية بزاف تجربوها البنات معايا وهنا غدا نوجد معاكم هنا راكم معارفين كيف ما العادة فاني فاي اللي شاركت معاكم هكا كانوا معايا وحد ضيفات يا لي عزازلية اتسمعوهم هذي الوصفة وإلى اللقاء